السلام عليكم السلام عليكم سنكرر كل كلمة مرتين وياريت تكرر وراي وبقول لي اللي لسه ما عملش سابسكرايب للقناة ياريت يتفضل يعمل لنا سابسكرايب للقناة واشتراك علشان يدعمنا وعلشان نستمر للك وإن شاء الله هنبدأ على بركة الله أتشيف أتشيف ميمورايز ميمورايز نيرفوس نيرفوس ريفيجن ريفيجن ميموري ميموري انفنت انفنت انستد انستد مين مين ميموري يع大家都 مع الميموري د에도 خطوة ميموري 82 Nuts Walking English class Successful Remind Rhyme Stick Achievement Accept Remember Check Improve Revise Break Practice Practice Ways Listes Diagrams Clearly Clearly Relax Recycling 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 Recipe Recipe Stretch 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 ننتقل للجزء الثاني عندنا في درس النهاردة وهو هيكون عن Conjugation Of irregular verbs تصريفات الأفعال الغير منتظمة هنقول كل فعل يا جماعة مع بعض مرتين إن شاء الله Feel Filt 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 Stick Stuck 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 Speak Speak Spoke Spoken 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 Possible Impossible Healthy Unhealthy Able Unable Nervous Relaxed Polite Impolite Rude Safe Dangerous هنقولهم تاني مع بعض Possible Impossible Healthy Unhealthy Able Unable Nervous Relaxed Calm Polite Impolite Rude Safe Dangerous ننتقل للجزء اللي بعده وهو عن Confusing words كلمات مربكة يعني كلمات متشابهة مع بعضها إما في أو في الميننج بتاعها قريبا من بعض هنشوف أول كلمتين مع بعض Advice 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 لاحظوا هنا إن السي بتنطق س س زي حرف السين كده Advice بالسي معناها نصيحة Advice الاس هنا بتنطق زي الزين كده أو زي الزال تمام؟ Advice Advice بتنطق زي الزد Advice معناها ينصح الفيربي بالفيربي بالاس والنوين بالسي Accept Accept ما عادة أو باستثناء Expect Expect يتوقع Invent يخترع Invent invite يدعو بعد كده عندنا جزء مهم وهو عن Important expressions and prepositions حروف جر وتعبيرات هامة تعالوا نشوف مع بعض الجزء ده وياريت نحفظه برضو يا شباب ده محتاج حفظ مننا مش محتاج فيه بالمتقد بطيف ان ت strangely تعلق بعض الجزء تقربي إلى جينزية czyli جميع افترض. 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 قليل، افترض. افترض لتعامل. On the wall Good for Good for Revise for exams Revise for exams Go to bed Go to bed Invent rhymes Invent rhymes Make you feel ill Make you feel ill On the notes The first part in the notes The verb make Make is important Make and collocations Make list Make list Diagrams Diagrams Make timetable يعد جدول Make timetable Make questions يكون أسئلة Make questions أنتقل الجزئية الثانية في النوتس وهي عن الفرق بين instead و instead of Instead هي كلمة تأتي في نهاية الجملة معناها بدلا من ذلك بدلا من ذلك Instead بتيجي في نهاية الجملة ما بيجيش بعدها أي اسم أو أي شيء I don't زي المثال اللي هنقوله I don't like basketball I will play football instead أنا لا أحب كرة القدم أنا لا أحب كرة السلة أنا سألعب كرة قدم بدلا من ذلك لاحظوا أن instead جد في آخر الجملة وما جاش بعدها أي شيء لكن لو خدت instead of بتدي نفس المعنى ولكن لازم ييجي بعدها إما ناون أو infinitive plus ING اللي هو بسميه gerund ناخد المثال عشان نفهم أكتر I prefer playing football instead of reading a book لاحظوا معايا أن أنا أفضل لعب كرة القدم بدلا من جاي بعدها reading a book instead of جاي بعدها gerund verb plus ING ده الفرق بين instead و instead of لاتنين بدلا من بس instead بتيجي في نهاية الجملة ما بيجيش بعدها أي اسم instead of لا بد أن يأتي بعدها اسم طيب في عندي structureين مهمين جدا اللي هو 10 minute break 10 minute break هي فسحة مدتها 10 دقايق أو راحة لمدة 10 دقايق 10 minute هو صفة لكلمة break 10 minute هو صفة للbreak واللي عرفني أنها صفة برضو أن فيه شايفين الشرطة اللي في النص دي هي دي اللي عرفتني أن هنا في صفة للbreak أوكي والصفة لا تجمع ما ينفعش أقول 10 minutes break 10 minutes break ما ينفعش أقول 10 minutes هنا ليه؟ علشان دي صفة لكلمة break والصفة لا تجمع نفس الموضوع 5 year old child طفل ذو خمس أعوام هنا 5 year old child الصفة هي هنا 5 year old جت تصف واللي عرفني أنها صفة هو موجود في النص في عندي الداشي اللي في النص دي هي اللي عرفتني أن فيه هنا ايه؟ صفة يبقى أنا بعرف الصفة من وجود هذه الشرطة اللي في النص يبقى صفة يبقى عمرنا ما ينفع نقول 5 year z ما نضف لهاش s الجمع أبدا لأنها صفة للي child أوكي؟ ننتقل بعد كده لجزء الجرامر الجرامر في الفيديو ده أو في الجزء ده هو عن استخدام should and shouldn't for advice استخدام should ينبغي and shouldn't ولا ينبغي for advice لاعطاء الـ advice أو النصيحة هنتعلم إن شاء الله إزاي نستخدم should و shouldn't لاعطاء النصيحة تعالوا نبدأ أول حاجة بالفورم بتاع استخدام should و shouldn't في النصيحة الفورم اللي هو التكوين طبعا طبيعي هبدأ أي جملة عندي في اللغة الإنجليزية بالـ subject أو الفاعل يبقى هنبدأ أول حاجة بالـ subject اللي هو الفاعل ثم بعد كده هنخش على should أو shouldn't حسب ما أنا عايز في الجملة أنا عايز أقول ينبغي بقى هستخدم should عايز أقول لا ينبغي هستخدم shouldn't طبعا بما إن should و shouldn't تعتبر من الأفعال الناقصة أو المودلز يبقى لازم ييجي بعدها الـ verb في المصدر أو الـ infinitive بنسميه يبقى التركيب بتاعها هيكون جملة should و shouldn't هيكون الـ subject الجملة الخبرية العادية هيكون الـ subject ثم should أو shouldn't ثم الـ infinitive أو المصدر هنبدأ ناخد مثال أو example عندنا أول مثال عندنا هو علي should revise علي لازم يراجع امتحانته الرابط ولازم يراجع لاحظوا أنه معايا عاني هنا هو الـ subject وshould هو المودل اللي عند اللي أنا محتاجة استخدمه هقول علي ينبغي أن يراجع revise يعني يراجع وجاية verb في المصدر وعرفنا ليه إنها في المصدر لأن الفعل بدون إضافات أو التصريف الأول للفعل جاية revise تعالوا نشوف علي كده علي مجهز الكتب بتاعته ومجهز المج والراجل رايح يراجع شكله مزباهلة على الآخر ده الأستاذ علي لا يروح يراجع بقى ويبعد عننا علي should revise هناخد مثال تاني ونقول على shouldn't بتحب تأكل كتير فبيننصحها بنقول لها لا ينبغي أن تأكل الكثير من السويتس أو الحلويات هي ألاء والسويتس معاها وهتخرب الدنيا في السويتس فقلنا لها ألاء لا ينبغي عليك shouldn't eat many sweets أوكي ده الدكتورة ألاء تفضل يا دكتور ألاء طيب ننتقل بعد كده الجزئية مهمة في استخدام should و shouldn't وهي كيفية عمل interrogative أو استفهام باستخدام should و shouldn't طبعا عندي زي ما درسنا قبل كده في الفيديو السابق أو في فيديو أحد الفيديوهات على القناة هو كيفية تكوين الأسئلة وكان عندنا نوعين من الأسئلة سؤال بهل بنسميه yes or no question وسؤال بعادات الاستفهام بسميه هنبدأ أول حاجة بالسؤال بهل أو yes or no question إزاي أعمل سؤال بهل باستخدام should أو shouldn't احنا قلنا بما أن should أو shouldn't تعتبر من المودلز أو الأفعال الناقصة يبقى طبيعي أن أنا ممكن أبدأ بيها سؤال بهل لأنها من الأفعال الناقصة تمام؟ يبقى لازم أن أبدأ بshould أو shouldn't في بداية الجملة أوكي should طيب بعد should هجيب الـ subject بتاعي يبقى أنا عكست بدل ما كنت بجيب الـ subject وبعدين should في الجملة الخبرية في السؤال بهل هجيب should الأول ثم اللي عندي أو الفاعل اللي عندي أوكي يبقى should plus subject plus طبعا هعطه ومش هنسى الـ infinitive لأن عندي should لابد أن يأتي بعدها الفاعل في المصدر should لابد أن يأتي بعدها الفاعل في المصدر ده بالنسبة لأول نوع من الأسئلة وهو السؤال بهل أو هناخد مثال عليه كده ونشوف should أحمد تعال نشوف أحمد كده هل ينبغي على أحمد إن هو يمارس التمارين الراضية do exercise should أحمد do exercise لحظوا معايا should اللي هي عندي بدأت بيها السؤال بهل وأحمد اللي هو الـ subject سم المكمل اللي عندي أنا ممكن أحطه مكمل هنا should أحمد طبعا مع السلامة حاجة أحمد أنت مع بتاعك وهنشوف الإجابة هتكون yes should بما أنه سؤال yes or no يبقى إجابته yes he should أو no he shouldn't طيب ليه قلنا هي هي هنا في الفاعل لأن عندي أحمد هنا فاعل يبقى نقول yes he should حطيت هي مكان أحمد أو no he shouldn't no he shouldn't ننتقل لتاني نوع من الأسئلة وهو WH question أو السؤال بأداة الاستفهام ومن اسمه كده هو سؤال بيبدأ بأداة الاستفهام زي what ماذا where أين when how كيف دي اسمها أدوات الاستفهام يبقى أنا هبدأ السؤال بأداة الاستفهام هبدأه بحاجة اسمها question word أو كلمة الاستفهام question word كلمة الاستفهام اللي اتفقنا عليها اللي هي زي what أو where أو when أو how زي ما انت حابب تستخدم طبعا بعديها بصوا معي بقى حتة اللي انا هقولها دي بجيب بعد كده الجزء بتاع السؤال بهل زي ما هو كده وحطه بعد question word يعني هاخد الجزء ده كله كده اللي هو السؤال بهل وحطه بعد question word يعني هحط should وبعديها الفاعل subject وبعديها المصدر ثم المكمل ثم علامة الاستفهام يعني الجزء ده زي ما هو كده خدته حطيته في السؤال بأداة الاستفهام يبقى إذن السؤال بأداة الاستفهام هو هو نفسه السؤال بهل بس مع إضافة أداة الاستفهام في بداية السؤال بهل يبقى تصبح التكوين question word كلمة الاستفهام should زائد subject زائد ال infinitive اللي موجود عندي طيب ناخد مثال عشان نفهم أكتر what أداة الاستفهام اللي انا استخدمتها should اللي هو الفعل الناقص اللي عندي النهاردة اللي هو should I تعتبر subject الفاعل do you should practice sport يجب أن تمارس الرياضة يجب أن تمارس الرياضة تعالوا نشوف الرياضة اللي هو مارسها يا ديني للسؤال هيا دي فعلا اللي تناسبه يجب أن تمارس الرياضة تمام وصاحبنا في سمع بالنصيحة ده بالنسبة لجزء مهم جدا وهو جزء grammar تكلمنا فيه عن استخدام should و shouldn't لإعطاء النصيحة واستخدمنا should لإعطاء النصيحة الإيجابية يعني بمعنى ينبغي أن تفعل و shouldn't لإعطاء النصيحة أن أنت ينبغي ألا تفعل هذا الشيء واستخدمنا بعدهم الفعل في المصدر وده شيء مهم جدا لما جينا سألنا سؤال بهل حطنا should أو shouldn't في أول الجملة ثم الفاعل ثم الفعل في المصدر السؤال بأداة الاستفهام هو هو نفس السؤال بهل مع إضافة أداة الاستفهام في بداية السؤال بهل وبكده نكون خلصنا جزئية استخدام should و shouldn't for advice أتمنى أن يكوني grammar وصل لكم بطريقة كويسة إن شاء الله في الجزء اللي بعده على طول هنراجع مع بعض على اللي إحنا خدناه في الدرس كله تعالوا نشوف الأسئلة بتاعتنا اللي أنا معودكو عليها دايما هنجد أول أسئلة نوعية أسئلة هي السؤال الاختياري أو choose هنجد السؤال ونحاول نجاوبه مع بعض هديكم few moments كده أو لحظات قليلة علشان تفكر وتحاول تجاوب قبل ما أنا أجاوب السؤال Before the exam قبل الامتحان أو السؤال Before the exam قبل الامتحان It's important أيوة مهم To give yourself إنك تعطي لنفسك time for وقت للإيه للRevision ولا Lain Invention ولا Recycling ولا Lachievement طبعا مهم قبل الامتحان إنك تعطي لنفسك وقت للإيه أيوة برافو عليكم للRevision اللي هو إيه وقت للإيه للRevision اللي إيه إختيار رقم إيه يبقى الاختيار عندي الأولاني رقم إيه Number two Reem's father والد Reem used to space his photos in a big book كان متعود إنه هو يعمل إيه في الصور بتاعته في كتاب كبير Stick ولا Stretch ولا Achieve ولا إيميل طبعا Stick يلصق الصور بتاعته Alice Grandfather جد عالي Had a successful job كان عنده وظيفة ناجحة And space many things in life وعايز يقول وأنجز الكثير من الأشياء في حياته يبقى أنجز يعني إيه بقى في الأفعال الإختيارات دي أيوة برافو عليكم Achieved Achieved Nuts and fruit Nuts المكسرات والفروت اللي هي الفواكه Can improve يمكن أن تحسن You're a You're memory ولا writing ولا reading ولا laughing طبعا You're memory Number six Everyone should revise space exams carefully كل واحد لازم يراجع للمتحان أو لأجل المتحان يبقى revise in Revise on Revise at Revise for برافو عليكم Revise for exams تمام Space of ways To make yourself or your revision interesting طبعا عايز يقول له هنا فكر في طرق لجعل revision بتاعتك أو المراجعة interesting شيقة أو ممتعة فكر يبقى فعل أمر طبعا لما فعل أمر يبقى لازم أن أجيب الفعل في المصدر يعني الفعل بدون إضافات والفعل فكر هو think دي سهل دي يا جماعة think فكر فعش أقول think's لأنما اضاف لها S ما تنفعش هنا لازم أجيب فعل أمر يكون في المصدر بدون أي إضافات طبعا فعل مختلف تماما thank you أشكر I used to feel very space before I saw the dentist أنا كنت متعود أن أنا أشعر بإيه قبل ما أروح أشوف الدينتست أو أكشف عند الدينتست طبيب الأسنان طبعا متعود كنت إيه safe ولا traditional ولا nervous ولا patient طبعا nervous متوتر كنت أشعر بالتوتر قبل الذهاب للإيه لطبيب الأسنان Using space to teach children new vocabulary is very useful using what استخدام إيه آآ عشان يعلموا الأطفال المفردات الجديدة بيكون مفيد يصفل يعني مفيد استخدام برافو عليكم اللي هي القوافي عشفل إيه في تعليم المفردات الجديدة you will think more clearly أنت سوف تفكر بكلير لي بوضوح أكتر more clearly if you هتفكر بوضوح أكتر if you إيه لو أنت حصل لك إيه با relax ولا remember ولا stay ولا stand لو أنت إيه برافو عليكم relax يعني استرخيت وخدت فترة من الراحة you shouldn't eat two mini sweets لا ينبغي أن تأكل الكثير من الإيه من السويتس زي صاحبتنا ألأ من شوية you shouldn't eat two mini sweets choose nuts or fruit اختر nuts المكسرات أو الفروت الفواكه عايز يقول بدلا منها بدلا منها يعني إيه؟ أيوة برافو عليكم number D اللي هي instead to improve your memory عشان تحسن من الذاكرة بتاعتك you space take a ten minute break you should ولا shouldn't لا طبعا should أكيد أنت ينبغي أن تأخذ عشر دقائك break بين كل مادة ومادة بتذاكرها you space always make a revision time table يبقى you should ولا shouldn't أيوة برافو عليك should طبعا برضو you should always make a revision time table نخش على السؤال الرقم 14 water أنا جاوبتها مطول water is very important we shouldn't waste it طبعا نحن لا ينبغي أن نهدرها we shouldn't waste it we shouldn't لا ينبغي waste waste يهدر number 15 we should space our teachers we should احنا قلنا should بيجي بعدها الفعل في المصدر تعالوا نفكر كده آه ده فعل في المصدر بس معاه to مش هينفع لأني should بيجي معها الفعل في المصدر without to بدون to يبقى هندور كده أيوة we should respect our teacher وضعت مين respect أيوة برافو عليك ينحترم we should respect our teachers يجب أن نحترم معلمينا how much sleep space you have طبعا ده سؤال بهل how much sleep ده سؤال بأدات استفهام how much sleep يبقى محتاج ان انا احط بعد ادات الاستفهام دي كلها لبعد كده بسميها ادات استفهام كم كمية النوم اللي انت ينبغي ان تنالها تمام how much sleep يبقى محتاج بعد كده مودل ثم ايه السبجكت اللي عندي المودل ثم السبجكت يلا نشوف كده how much sleep ادي السبجكت موجود يبقى محتاج مودل بس لو ايه should you have يعني بغي ان تنالها how much sleep should you have you space study early if possible you space study early طبعا عايز يقوله اه if possible لو امكن عايز يقوله يا نبغي عليك ان تزاكر مبكرا لو امكن طب ايه you should excellent what time space revise for the exam what time دي ادات الاستفهام يبقى انا محتاج should ثم الفاعل اللي عندي يبقى what time should ثم الفاعل ايوه should he revise الاختيار الرقم بي should الاول ثم الفاعل الفاعل الناقص ثم الفاعل what should i space to get high marks ماذا ينبغي ان افعل what should i طبعا انا should معروف انها بيجي بعدها الفاعل في الايه في المصدر اللي هو do bravo what space to achieve the best exam results ماذا ينبغي علي ان افعل عايز يسأل سؤال طبعا دي عادة الاستفهام قولنا بيجي بعدها should ثم الفاعل تعالوا تشوف كده دي لأ should i طب ما فيش فعل اساسي هنا ما فيش اقول should i هنا ليه علشان ما فيش فعل هنا مش جايب لي فعل هنا جايب لي حرف جر ماذا ينبغي علي ان افعل لكي احقق افضل درجات في الامتحاد طب يبقى ايه should i do اللي هي اخر واحدة لازم ان احط ايه should i do اللي هي اخر واحدة عندي اللي هي number d طيب ننتقل لجزئية تانية او نوعية تانية من الاسئلة وهي السؤال read and correct the underlined words نقرأ ونصحح الكلمة الموضوع تحتها خط number one have you been eating an ice cream ده سؤال من اليونت اللي فات ايوا برافو عليك have you been eating 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 طبعا هنا present perfect continuous اللي درسناه في الوحدة اللي فاتت my sister always makes well in her exams او in exams عايز يقول انها تجيد في الامتحانات طب يبقى ايه تجيد في الامتحانات اسمها ايه بقى ايوا برافو عليك do well in exams بس طبعا هنا عندي my sister مفرد لازم انا اقول does well in the exams لازم انا اقول does well وفي حاجة تانية برضو ممكن تسهل لنا عملية grammar اللي انا احطه لما تيجي تغير الكلمة فكر وشوف grammar اللي عندك هنا mix الفعل هنا طبعا ما غيرت الفعل وجبت فعل تاني يبقى لازم انا احافظ على grammar grammar اللي عندي هنا الفعل مضاف له اس يبقى الفعل اللي انا هجبه مكانه لازم يكون برضو مع اس اللي هو mix هيبقى does مش اين فعله دي حاجة تانية برضو بتوضح لنا ايه موضوع الكوركت دا وبتسهل هلنا تمام لما يكون الخطأ خطأ في المعنى يعني هشيل الكلمة او هشيل الفيرب وحط فيرب تاني مكانه لازم انا حافظ على grammar يعني لو الفعل ده اخر اس لازم من الفعل اللي هجيبه يكون اخر اس لانه غيرت الفعل طب لو الفعل اخر انجي يبقى الفعل اللي هجيبه يكون اخر انجي يعني دي لو making كنا هنجيب doing طيب قناة السويس الجديدة ايوه هو عاز يقول مشروع قريبة من كلمة يبقى ايه براف عليك القدمة المصريين معناها ايه ايوه براف عليك انشنت ايجيبشنز اللي هي القدمة المصريين عاز يقول اكل المكسرات لانه قريبة من كلمة نوتس ما ينفعش اقول fruit مثلا او اي حاجة تانية لازم اقول eating nuts لانها قريبة من nuts think of ways to space your revision interesting فكر في طرق لجعل revision بتاعتك شيقة فكر في طرق to لكي تجعل تجعل يعني do لا تجعل يعني make to make نحظين معايا هنا do في المصدر يبقى لازم انا اجيب الفعل اللي هجيبه مكانه يكون make برضو في المصدر what can i do to introduce the best results لكي احقق افضل الدرجات يحقق مش معناها introduce محقق معناها ايه ايوا براف عليك achieve it's better for or to relax it's better to relax من الافضل ان انت تسترخي before you make an exam قبل ان تؤدي الامتحان او تحل الامتحان طبعا اسمها ايه do an exam مش make an exam do an exam اخر حاجة عندي you should take a ten minutes break دي خدناها في النوتس يا جماعة ten minutes break and do some exercise طبعا نفعش اقول ten minutes لازم اشيل منها الاس هتبقى ten minutes break minute وذوة الاس ليه علشان دي صفة لكلمة break والصفة لا تجمع ان شاء الله اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم وياريت يا شباب اللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب للقناة او اشتراك وياريت تدعمونا بلايك ولو عندك اصدقاء في نفس سنك ياريت تشير لهم الفيديو ده وتعرفهم على القناة وهبقى شاكر جدا لو عملتوا comments على الفيديو قلتولي ارأكو في الفيديو لو في عندكو اي ملاحظات ياريت تقولوها لي ولو في اي اسئلة انا برحب بيها في comments اسفل الفيديو بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته